بهذه الكلمات قال فلتصبر يعني تحبس نفسها عن السخط وتتحمل المصيبة ولتحتسب يعني تحتسب الأجر على الله بصبرها لأن من الناس من يصبر ولا يحتسب يصبر على المصيبة ولا يتضجر لكنه ما يؤمل أجرها على الله فيفوت بذلك خير كثير لكن إذا صبر واحتسب الأجر يعني أراد بصبره أن يثيبه الله ويأجره فهذا هو الاحتساب نرها فلتصبر على هذه المصيبة ولتحتسب أجرها على الله عز وجل